يجب أن نقوم بتقريباً من 1 إلى 5 فهي 1, 2, 3, 4, 5 ولكنها ليس ديسكريت، هي أوردنال لأنني لا أستطيع فعل 5-4 أو 4-3 لا أستطيع فعلهم كأنهم كوانتيتاتي يجب أن نقوم بتقريباً كوانتيتاتي واضح الفرق بين الديسكريت والأوردنال سنبدأ بقى كيف نقوم بتقريباً لحاجات الكونتينيوس بالضبط، كما دكتورادو قالت لنا أن 1 أو 2 أو 3 في الأوردنال يعني لا يوجد نقوم بتقريباً ولكن لا أستطيع فعلها كأنها نقوم بتقريباً ولا أستطيع فعلها كأنها نقوم بتقريباً سوف تفرق في الزيقات التي عرسمها للأوردنال عن العرسمها للديسكريت سنبدأ بالكونتينيوس أول نوع هول قدامنا البوكس بلوت البوكس بلوت ده من الناس اللي قروا يعني بيوريني إيه؟ تفضل بالضبط، البوكس بلوت البوكس بلوت بيورينا هنا، ده أقل رقم في الداتا خالص بترسم بشرطة تحت بعدين البوكس نفسه، بيبقى الخط التحتاني، ده يعني الـ 25% بتاعتي يعني أنا، لو الداتا من 1 إلى 200، ده أقل بـ 25 لو من 1 إلى 200، ده أقل بـ 50 الخط اللي في النص، ده الـ median، ده 50% اللي فيه ده، الثرد كورتايل، اللي هو 75% والشارطة اللي فيه خالص، ده أعلى observation عندي البوكس بلوت بيقدر يوريني الـ variance بتاع الداتا، لو البوكس بلوت مشدود، يبقى معنى كده أن الداتا يعني فاريد كبير، يعني لو بوكس بلوت ماشي كده أكبر من ده يبقى الـ variance في الداتا أكدر، اختلافهم أعلى و برضو في نفس الوقت بيقدر يوريني الحاجات اللي هي outliers، يعني لو لقيت الخط اللي بره 75% طويل قوي، يبقى ده outlier، يعني أنا ممكن أقول هنا فيه outlier فوق، الفواني دي ممكن أعتباره كoutlier وفيه طرق بقى أنا لازم أحدث في الدزاين بتاعتي، أنا هشيل outliers بناء على إيه لو هو بعيد عن الـ medium pad دي، أستبعيده خالص من حساباتي دي بقى دي أول طريقة في البوكس بلوت للـ continuous data تاني طريقة في الـ continuous data اللي هي الـ histogram الـ histogram اللي هو اللي انتو شايفينه ده ليه كذا شكل الـ most common اللي بنستعمله هو أول واحد ده اسمه build curve shaped الـ build curve shaped ده يعني بيوريني normally distributed data يعني إيه أصلاً normally distributed data يعني الـ data اللي هي لها medium الـ medium بتاعها هو أكتر حاجة بتتكرر والناحيتين قد بعض وحناخدها في الـ inferential بالتفصيل بس مش عايزين نخش في الحيطة دي دلوقتي لأن هي بتواريني الـ standard deviations وهذا رح سمينا حاجة كتير قوي في الـ inferential statistics بس فيه في الـ histograms زي ما احنا شايفينهو أربع أنواع تانيين أماما ثلاثة أكشولي دي و إي زي بعض بي و سي دول سكيود بي هو ليفت سكيو و سي هو رايت سكيو يعني اسكيو أصلاً بالضبط يعني انحراف يعني أنا الـ data عندي كلها منحرفة في ناحية واحدة يعني الـ median مش هو المود يعني ايه مود؟ بالضبط المود هو أكتر رقم بتقرر عندي في الـ normal distributed data بالضبط المود هو المود هو المود في نفس الرقم في الـ skewed لا يعني في الـ left skewed المود بي هو على الشمال خالص في الـ right skewed المود بي هو على اليمين خالص تمام؟ دي و إيه دول بقى حاجة اسمها multi model يعني ايه multi model؟ يعني ليهم أكتر من مود يعني دي ليه مود على اليمين خالص و على الشمال خالص إيه ليه هك ثلاثة مود يبقى ده بالـ curve ده left skew ده right skew ده multi model ده اثنين و ده ثلاثة يبقى أنا لازم بقى أفرق لما أرسمي data على histogram أبقى أعرف الـ histogram التي تلقى لي ده نوعه ايه عشو نعرف بعد كده تتعلم مع data يعني لو هي normal distributed تتعلم معها بطريقة لو هي left skewed أو right skewed هي طريقة تانية لو هي multi model تتعلم معها بطريقة تالتة يبقى احنا كده قلنا الـ continuous هنعملهم بـ box plots و بـ histogram ده كده الـ graphical representation بتاع الـ continuous فيه ممكن عمل نعمل numerical representation للـ continuous يعني أكتب أرقام أعبر عن الـ continuous دي عاملة ازاي أرقام زي ايه من الأروا يقول تفضلي بالضبط هو maximum و minimum والـ interquartile range يعني إيه interquartile range؟ اللي هو في البوكس بلوت بيجي أعلى رقم في البوكس اللي هو 25th percentile والـ 75th percentile ده اسمه interquartile range يعني هو بيمسل الـ